أقار الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظة العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالي بربيع علي وحضور مستشار المحافظة عبد الحكيم الشعبي والمدير العام لأشغال المهندس وليد الصراري ومدير عام المتابعة بتوليد مؤسسة الكهرباء عدن نصر مكرد والمكاتب الخدمية بالمحافظة وممثل المصنع السعودي المنفذ لبشروع تأهيل الطريق الممتد من جولة كالتكس إلى تقاطع الحسوة أقار البدء بتنفيذ مشروع تأهيل الإنارة بالطاقة الشمسية بتنويل البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن كما أقار الاجتماع تكليف فريق فني من المؤسسة العامة للكهرباء للقيام بفحص الخطوط والخدمات التي يشملها الخطة الذي يمر به المشروع وفريق فني يعمل بمعية المصنع المنفذ المشروع لتجاوز أي مصاعب وحل أي إشكالية وخلال الاجتماع دعا المحافظة الجميع العمل بروح الفريق الواحد لاستكمال المشروع في وقته المحدد ووفق المواصفات المطروحة في الاتفاقية وشدد المحافظة على ضرورة مراعاة خصوصية نوع الخدمة كالطرق وشبكات الصرف وغيرها وإيجاد الحلول السريعة التي تتمشى مع تنفيذ المشاريع